موسيقى مساء المحبة والسلام أنا عضوان الأحمر يحييكم في المدار موسيقى لم يؤذي الإرهاب صورة الإسلام فحسب بل شوها لغة العرب والقرآن وأصبحت ترى كلغة للإرهاب ينفر منها الغرب وعبر عاصمة تحتضن معهدا للعرب وعالمهم يزداد الخناق على متحدثيها وتحل عليهم لعنات ضمام أفراد منهم إلى تنظيمات تديرها الأهداف المؤقتة برايات الدين انتهى وهج داعش لكن تشويها الصورة لم ينتهي بعد ومات البغدادي ومعه سر الإنشاء والتمويل لكن جرح عرب المهجر المطاردين في أزقة عواصم العالم لم يندمل أو يمت بعد وفي عاصمة النور يحتضن معهد العالم العربي عشرات الفعاليات الثقافية والتاريخية للعرب وتاريخهم بعضها محل ترحيب منهم وقليلها يتعرض لهجوم وعرائب وصفها الوزير الفرنسي السابق المترأس له أنها من التوافه ووسط ثورة التقنية والعولمة والتعالم يبحث البسطاء عن مكان في التاريخ الحديث عن صوت ومكان عن صورة خالية من الرتوش تنقل الواقع وتفك الخناق وتصبح حبل نجاة وسط جحيم الصراع فهل لدى معهد العالم العربي في باريس قدرة على تحسين الصورة وبروزة صورة العرب في إطار التاريخ لا في قوالب الأحكام المسبقة في المدار نعرف والتفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحب بكم مجدد ومشاهدين المدار ورحب كذلك بضيفنا السيد جاك لانغ وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربي باريس مرحبا سيد لانغ شكرا سيد جاك لانغ أريد أسألك على حالة ثقافية العالمية الآن مع ثورة التواصل الاجتماعي يعني هناك من يقول أن هذه الثورة التقنية وثورة التواصل يعني أثرت على اللغات أثرت على الكتابة أثرت على طريقة التواصل بين الشعوب ما رأيك؟ لا أستطيع أن أجيب بشكل عام طبعا شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون من أسأل أشياء لكن قد يكون فيها أشياء إيجابية وهذا يختلف من بلد إلى آخر في نفس الوقت مثل ما تعلمون هي طبعا موارد لأشياء مختلفة وقد تكون مفيدة للمواطن وإذن هي منقسمة هذه تعطي حرية الأبداع وفي بعض الأحيان طبعا تكون من سوء الأدب الذي يستعمله بعض الشباب أريد أن أسألك على موضوع اللغة هناك من يقول أن مثل هذه الوسائل مثل ثورة التكنولوجيا أثرت على الكتابة أثرت على فنون الكتابة أثرت على فنون الرسم وأن الأجياء الجديدة لن تتمكن من دعنا نقول الكتابة كما كانت سابقا أو حتى مارسة الفنون الجميلة كما كانت في العهد السابق وسبب ثورة الاتصال هل توافق هذا الرأي أم لا؟ الآن أقول أن أجيب نعم هنا أستطيع أن أجيب نعم ولا لأن هناك أثار سلبية على اللغات القومية وذلك بخصوص التغيرات التي حصلت على اللغة بشكل عادي هناك العديد من اللغات التي تأثرت باللغات الأنجليزية لكن هناك كذلك هناك كذلك موارد أثرت بشكل بشكل إيجابي على اللغات لو أخذت اللغة العربية مثلا اللغة العربية هي اللغة التي يتم استعمالها الأكثر على الشبكات التواصل الاجتماعي العرب يعبرون عن آرائهم بشكل واسع عن طريق اللغة العربية والجواب ليس بسيطا الجواب معقد جميل أريد أن أسألك إذن دعنا نذهب إلى معهد العالم العربي في باريس ومن ثم نذهب إلى محاول أخر بأن الإجابة على هذا السؤال معقدة ما وضع المعهد الآن في محاولة التقريب ما بين العالم العربي والفرنسيين في الداخل وسنستعرض بعض المواقف وبعض التصريحات سواء لمسؤولين فرنسيين أو لغيرهم ما هو دور المعهد بشكل واضح الدور مهم جدا معهد العالم العربي هو جسر بين العالم العربي والدول الغربية هي منظمة فريدة من نوعها لا توجد منظمات أخرى إذن رسالتنا هي مهمة جدا وذلك لوضع القيمة والقيمة الثقافة العربية التاريخية والحالية ونحن نحاول أن نقوم بهذا الدور وذلك عن طريق معارض عن طريق أشريطة سينمائية الآن لما أتحدث وأنا أتحدث معكم هناك إعطاء جوائز للمؤلفين الأفلام الجزائريين وذلك للتعريف بالسينما الجزائرية للفرنسيين وللجزائريين أنفسهم الذين يكتشفون السينما بلادهم إذن دورنا هو يساهم بشكل كبير في اكتشاف الثقافة العربية هل يساعد المعهد في تخفيف حدة الخطاب دعنا نقول الشعبوي الفرنسي ضد العرب وخصوصا الموجودين في فرنسا أنتم مثلا كان لكم موقف قوي جدا مناهض لمن يطالبون بإيقاف تدريس اللغة العربية سواء في المساجد وغيره اشرح لنا إذا كان هناك جهود لا يعرفها البعض أعيد المعهد هو منظمة فريدة في العالم وذلك عن طريق المعارض ليس في باريس فقط لكن في العديد من الفعاليات وذلك على سبيل المثال نظمنا هنا نظمنا هنا معرض كبير عن الحج إلى مكة المكرمة أو على سبيل المثال معهد بحث الملك عبدالعزيز وبقدر ما مواردنا تسمح لنا وذلك عن طريق الصورة وعن أهمية الحج إلى مكة المكرمة ونظمنا كذلك العديد من المعارض بخصوص المسيحيين والجميع يرون كذلك أن المسيحية لعبت دورا مهما وكذلك الإسلام في العديد من الدول كذلك نظمنا معارض بخصوص كنز الإسلام في الدول الأفريقية وذلك للتعبير عن الدول الذي لعبه الإسلام في العمارة وفي الفنون الأخرى لا أستطيع أن أصف لكم كل هذا لأن هذا موضوع طويل جداً لكن أريد أن أعبر عن التعريف بالسينيمانيين الفنانيين العلماء لكل هذه الدول جميل هناك هجوم على اللغة العربية داخل فرنسا وعلى تدريس اللغة العربية كيف يمكن لمعهد العالم العربي في باريس أن يكون جسراً لتقريب وجهات النظر ما بين اليسار الفرنسي أو بعض المهاجمين لهذا الموضوع وما بين العرب المقيمين في فرنسا هذا الدور مهم جداً وليس فقط في فرنسا فقط أنا شخصياً كرئيس المعهد المعهد طورت العديد من الأشياء وذلك عن طريق تطوير التعليم وذلك للأطفال وللبالغين وقد حققنا نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء العالم استطعنا أن نحدث أماكن خاصة وذلك للتعليم والتعريف باللغة العربية ومعهد العالم العربي لديه طرقه ووسائله التي تجعله جذاباً وفعالاً مقابل أولئك الذين يأتون لتعلم اللغة العربية بالمعهد هناك أشياء أخرى لم يعلمها الناس إلى الآن اللغة العربية هي من اللغات التي يتكلمها الناس في العالم للأسف الشديد لا توجد هناك أنظمة لقياس هذه الأشياء هناك أناس يتعلمون اللغة العربية في سنتين ثلاثة ويريدون أن يسجلوا في منظمات أخرى لا يوجد هناك تقييم لامتحان مدى إتقان أولئك الأشخاص لللغة العربية نريد أن نفعل جهاز أجهزة وذلك لقياس مدى تعلم هؤلاء لللغة العربية ولعل هذه الفعالية قد تسمح لهؤلاء وإعطاء الشهادات في هذه اللغة في الغرب قد تسمح بنجاح أولئك نريد أن نعزز قيمة اللغة العربية وتأثيرها في العالم وهذا من ضمن الأشياء التي حققناها الحققها معهد العالم العربي في فرنسا وهو إنجاز غير مسبوق جميل ما رأيكم سيد لانك في الهجوم على اللغة العربية يعني الآن هذه لعلها إجابة دبلوماسية ولكن ما رأيكم على الهجوم على اللغة العربية وتدريسها في المدارس الفرنسية وفي المساجد وفي بعض الأماكن المختصة بالجاليات هناك من يطالب بمنع تدريس اللغة العربية تماماً في فرنسا لا لا أحد يطالب بمنع تدريس اللغة العربية لكن بشكل عام في فرنسا وفي العديد من الدول لا يوجد تشجيع لتدريس عدة لغات في نفس الوقت في نفس الوقت لكن هناك دول أخرى أين يجب أن تدرس اللغة الوطنية واللغة الانجليزية هذا مهم جداً أن الناس تستطيع أن تحصل على لغات أخرى غير اللغة الانجليزية واللغة الوطنية هناك خطط وذلك لإدخال على الأقل ست لغات عالمية في المدرسة وبشكل خاص اللغة العربية لكن للأسف الشديد هناك بعض الوزراء الذين لديهم رغبة وذلك لزيادة المدرسين في اللغة العربية هناك بعض الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في المدرسة الابتدائية يجب أن يواصلوا في الثنوي والجامعة هناك جهود تم هناك جهود قمت بها وذلك بالطلب إلى وزارة التربية لجعل اللغة العربية لغة مقبولة وتطويرها وأعتقد أننا حققنا العديد من الإنجازات وسأواصل هذا العمل في المستقبل مع الوزير سمحنا بفاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى معك من الحلقة فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود معكم في المدار انتظرونا تأسس معهد العالم العربي في باريس العام 1987 وهو مؤسسة فرنسية تعنى بالشأن الثقافي وتطوير دراسة العالم العربي في فرنسا وتعمق فهم حضارته وثقافته وتجيع التبادل الثقافي في العام 2006 دخل المعهد أزمة مالية هددت استمرار أنشطته تم تجاوزها لاحقا وتبلغ ميزانية المعهد السنوية 24 مليون يورو تؤمن فرنسا نصفها والبقية تتولها الدول العربية التي تحظى بعضوية مجلس الإدارة في العام 2012 جدد المعهد متحفه بعد عملية إثراء لمحتوياته استغرقت ثلاث سنوات وتحولت هذه المؤسسة التي رأت النور في عدد الرئيس الفرسي الراحل فرنسوامي تران إلى معلم ثقافي يستقبل الفنانين والمفكرين من جميع أنحاء العالم العربي والأوروبي لعرض أفكارهم وإبداعاتهم كما استقبلت رؤساء ومسؤولين عربا وبالرغم من تسليط الضوء على قضايا العرب وثقافتهم اتهم المعهد بالنخبوية وعدم انفتاحه الكافي على جمهور أوسع وقد منحت عين وزير الثقافة والتعليم الفرنسي السابق جاك لانج رئيسا للمعهد العام 2013 أملا بتطوير هذه المؤسسة وفي العام 2018 احتفل المعهد بالذكرى الثلاثين لإنشائه وقد جهد منذ تعيين لانج رئيسا له تطورا كبيرا إذ نظم ورش عمل ثقافية ومؤتمرات وحفلات موسيقية وفعاليات متميزة داخل فرنسا وخارجها لأسيما في المملكة العربية السعودية وفي العام 2021 نظم المعهد معرض يهود الشارق معرضه إلى موجة انتقادات شديدة من مثقفين ومفكرين عرب اعتبروا المبادرة مساهمة في التطبيع ووصفوه بأنه واجهة للاستعمار وقدموا عريضة لمقاطعته وعبر المعهد عن أسفه لذلك معتبرا أن دعمه الشعب الفلسطيني والسلام ثابت ولا يتزعزع مرحب بكم مجددا مشاهدي المدار ورحبك ذلك مجددا بضيفنا سيد جاك لانغ رئيس معهد العالم العربي بباريس مرحبا سيد لانغ شكرا سيد لانغ أريد أن أسألك على موضوع مهم جدا وهو ميزانية المعهد في مقابلة مع سيدة جيزيل خوري عام 2017 قلتم أن هناك أزمة تمويل تحاولون تجاوزها ومن خلال إقامة المعارض والمتاحف هل تجاوزتم أزمة تمويل المعهد أم لا نعم علينا أن نقاتل في الوقت الحالي ميزانية المعهد متعادلة الحكومة الفرنسية طبعا قامت بالمساعدة وحاولت الحصول من بعض الدول ومن القطاع الخاص من الحصول على بعض الهبات وهناك العديد من الزائرين الذين يقدم لنا العديد في الوقت الحالي ميزانية المعهد هي متوازنة جميل ماذا عن الدول العربية قلتم قبل أربع سنوات أن الدول العربية لا تساهم بقدر كبير جدا هل تغيرت هذه المعادلة هناك معارضة قامتها المملكة العربية السعودية هناك معارضة قامتها المملكة المغربية هل هذه الشركات تمويل المعهد أم لا نعم اليوم لا توجد مساهمات دورية من قبل الدول العربية هي مساهمات حالة بحالة وذلك عن طريق على سبيل المثال لما نظمنا المعارض بخصوص العلا الحكومة السعودية هم الذين قاموا بتمويل تلك الظاهرة المغرب قام ببعض المساهمات وذلك عن طريق الشركات الخاصة على سبيل المثال معارض بخصوص الفن المغربي إذن هي حالات خاصة أريد أن أقول أيضا أن الإمارات العربية المتحدة ساعدون على إعادة الواجهة الأممية لمعهد العالم العربي لكن بالنسبة للمشاريع الكبرى على سبيل المثال المتحف العربي العالمي قامت الحكومة الفرنسية بالمساعدة وطلبنا من العديد من الدول وذلك لمساعدتنا على إتمام ذلك تلك الميزانية ونتمنى طبعا هذا المتحف سيكون من أفضل المتاحف بالنسبة لفن الحديث في العالم جميل سيد لانج ألفتم مؤخرا كتاب عن اللغة العربية وقلتم اللغة العربية كنز فرنسا يعني أريد أن تحدثنا على كيف هي اللغة العربية كنز فرنسا وكنز للأمة الفرنسية يعني مقاربة غريبة قرأنا بعض المقتطفات المترجمة من الكتاب ولكن أريد شرح منك أنت أكثر نعم هي صورة تهدف إلى الشرح للمواطن الفرنسي اللي هو دولتنا الفرنسية هو مرتبط للشرق والدول العربية على سبيل المثال الملك فرنسوال الأول في القرن الخامس عشر كان يعقد علاقات مع السلطان سليمان في الخلافة العثمانية وعليه هناك بعض المبادرات التي تسمح إلى فرنسا وذلك لعقد علاقات خاصة مع العالم العربي فيما بعد حصل ظاهرة الاحتلال بإيجابياتها أو سلبياتها والآن نريد أن نشرح للمواطن الفرنسي الذي لديه ست مليون مواطن سواء كان من المغرب العربي أو من لبنان إذن اللغة العربية هي جزء من ثقافتنا علينا أن نشجع على معرفة الثقافة العربية وتعلم اللغة العربية وهي جزء من تاريخنا مثل ما هي الفرنسية أو أي لغات أخرى التي ظهرت على سبيل المثال مثل الإيطالية والبرتغالية والإسبانية والذي يجعل من بلد كفرنسا يجب أن يكون بلد في يعني أن يكون كنز تختلط فيه اللغات والثقافات يجب أن تكون فرنسا دولة تفخر بالثقافة العربية وباللغة العربية سيد لانك هناك حديث عن أن معهد العالم العربي يدعم صورة العرب في العالم ويريد أن يكون جسر وفي المقابل أيضا لكم أنتم مواقف معينة في المقابل هناك تضييق على الجاليات العربية المقيمة داخل باريس هناك حملة من اليمين المتطرف ضد تدريس اللغة العربية في المساجد وفي بعض المعاهد العربية خارج نطاق المدارس والجامعات ما رأيكم لا يمكن أن نتحدث عن تضييقات على الجاليات العربية في فرنسا الدستور الفرنسي والقانون أن كل المواطنين يتمتعون بنفس الحقوق مهما كانت أصولهم لكن للأسف ليست ليست مسألة حقوق ولكن مسألة اجتماعية هناك العديد من المهاجرين الذين أتوا من الضفة الجنوبية والذين يعيشون في أحوال مادية أقل سعادة من الآخرين ولكن هذا لا يحدث فقط في فرنسا تستطيع أن ترى في العديد من الدول العربية هناك لاجئين يتتم معاملتهم لا تتم معاملتهم بنفس الكرامة مع أهل البلد إذن علينا أن نعمل في كل دولنا الذين يأتون ويقومون بعملهم وبذكائهم وبمقدراتهم عليهم يستطيعون أن يتمتعوا بحقوقهم هذا ليس رأي الشخصي ولكن كل الذين يعيشون في فرنسا مهما كانت أصولهم يجب أن تتم تحسين أحوالهم ويجب أن تكون لدينا سياسة اجتماعية قوية وهذا الذي أقوله عن فرنسا أقوله عن الدول الأخرى سيد لان قريدا أسأل وفي نفس السياق وأتمنى أن لا يغضبكم هذا السؤال وهو على الهجوم الذي تعرضتم له شخصيا وتعرض له مع هذا العالم العربي باريس يعني المثقفين والمثقفون الذين وقعوا هذه العريضة يعني رافقتهم حملة إعلامية تصف المعهد بأنه أداها وجسر لتطبيع العلاقة ما بين إسرائيل والعالم العربي ما رأيكم معالي الوزير منذ قليل شرحت لكم معهد العالم العربي يريد أن يضع أن يظهر أن يظهر ثقافات الديانات السماوية الثلاثة في البداية نظمنا معرض لأشهر متعددة مع معهد الملك عبدالعزيز بخصوص الحج إلى المكة المكرمة ونجحنا في ذلك جدا فيما بعد نظمنا معرضا عن المسيحيين في الشرق وأردنا أن أردنا أن نتحدث عن تاريخ اليهود في الشرق التي الآن أصبحت دول عربية وتحدثنا عن تاريخهم وذلك في دول البحر المتوسط الفرات إلى المغرب إذن هناك مؤرخين الذين استفادوا من العديد من المتاحف في العالم ونعتقد أن ذلك المعرض نجح هؤلاء الأشخاص لم يهاجموا المعرض ولم ولم يحتجوا على القيمة التاريخية وهناك العديد من الشخصيات الفلسطينية الذين مدعوا ذلك المعرض وممثل السلطة الفلسطينية في أوروبا أبدو رضاهم عن ذلك المعرض وممثل فلسطين في اليونسكو السيد أليا سامبار والذي وجد المعرض جيد جدا المعهد العالم العرب هو المنظمة الثقافية والجامعية في العالم الذي يضع يعطي قيمة إلى الثقافة الفلسطينية وذلك في العديد من المعارض بطبيعة الحال لدينا في المعهد متحف عن الفلسطيني الشتات وذلك عن طريق عن طريق إلياس أنبار وذلك بمواد جمعناها في الخارج وهذا طبعا تحية لفلسطين وذلك عن طريق ما تجلب فلسطين إلى العالم لكن هناك بعض الأشخاص لا ينتمون إلى حركة أو يريدون مقاطعة يرون أنه ليس من الطبيعة أن يكون في المعرض ثمانية 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 أشياء أتت من خلال ثلاثمائة جزء آتية من القدس من خلال ثلاثمائة عرض قدمناه هناك فقط ثمانية قادمة من القدس إذن هذه العريضة التي تم توقعها من قبل بعض المثقفين تم توقعها عن عجل وبدون النظر في الحقائق في الوقت الحالي لا أحد يتحدث عن تلك الانتقادات وأنا سعيد عن المعهد العالم العربي الآن لو تأتي إلى معهد العالم العربي المسلمون واليهود يأتون ويزورون ذلك المعرض في نفس الوقت وعليه لا يجب أن نبالغ بالأشياء والذين اتخذوا ذلك الموقف هم ارتكبوا خطا وتصرفوا عن طريق معلومات خاطئة وهذا ليس ممثل اليونسكو الممثل الفلسطيني في اليونسكو شكر المعهد العالم العربي عما قدمه وهناك بعض الدول التي وقعت معاهدات مع اسرائيل وهذا لا يعني أننا نتخلى عن حقوق الفلسطينيين وأنا شخصيا أتمنى أن الفلسطينيين يكون لهم الحق في دولة دولة فلسطينية والتي تتمتع بالإنجاب يتم تحرير فلسطينيين ويكون لديها دولة مستقلة والمعهد يقاتل من أجل الثقافة الفلسطينية جميل أريد أن أسألك موضوع مهم جدا وهو وصفك للمثقفين العرب الذين وقعوا هذه العريضة بالتافهين وهذه العريضة بالتافهة لماذا وصفتهم بالتافهين ولماذا وصفت العريضة بالتافهة قلت لك هذا هؤلاء الأشخاص أخطوا الكثير من هذه الشخصيات عبرت عن ندمها للتوقيع عن هذه الوثيقة لأن كل الناس يعرفون أن معهد يكرم الفنانين الفلسطينيين سيد لانك اسمح لي نأخذ فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من محاورنا معك فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود معكم انتظرونا مرحب بكم مجددا المشاهدين المدار ورحب كذلك بضيفنا وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربي في باريس السيد جاك لانك مرحبا سيد لانك وريد أن أسألك سيد لانك بعض الأسئلة وهي على موضوع الهجوم الذي تعرض له المعهد وتعرضت له أنت شخصيا بعد معرض يهود الشرق هناك من قال أن معهد العالم العربي كأنه أداه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل ولجعله جسر ما بين العالم العربي وإسرائيل ما رأيك في هذا الهجوم الذي كتب عنكم المعرض كان كان بخصوص كان بخصوص تاريخ اليهود في التاريخ القديم والعديد من العديد من الإعلام قال أن هذا معرض الناجح والعديد رأوا أن ذلك المعرض ناجح الموضوع ليس هنا ليس بخصوص المعرض أقول لك يجب أن نفهم هؤلاء الذين وقعوا على العريضة هم فقط يريدون أن ينتقدوا والموضوع الوحيد الذي ينتقدوه هو تمت الاستعانة بثمانية أعمال من معرض القدس سيد لانج أنا لست ضدك أو معك أنا فقط أطرح ما كتب في الصحافة وأسأل عن ما رأيك في هذا الهجوم نريد أن ننتقل إلى موضوع مهم جدا وقلت عنه سابقا أنه في تلاشي وهو موضوع أهمية اليسار في العالم الغربي وكيف تحول اليسار وأصبح مهتم بقضايا شخصية أكبر ما رأيك في اليسار حاليا وسابقا لا نستطيع أن نتحدث بشكل عام لأن في فرنسا في فرنسا وضع اليسار ضعيف جدا هي منقسمة وضعيفة هذا مؤسف ليس لأني أنا رجل تقدمي ولكن أعتقد أن الديمقراطية تعتمد على أحزاب سياسية ذات قيمة متعادلة على سبيل المثال ألمانيا وهي دولة وهي دولة ديمقراطية على سبيل المثال رئيس الوزراء هو اشتراكي والذي يرأس الحكومة الاسبانية في الوقت الحالي هو اشتراكي سيد لان وريد أن أسألك على موضوع اليسار أنت أجبت ولكنك أجبت إجابة مقتضبة وريد أن أسألك على موضوع مهم وهو أن هناك نفور اليسار في العالم أو نفور من اليسار في العالم تحديدا بعد الأراء الأخيرة والحملات الأخيرة من قبل اليسار الأمريكي تحديدا في فرض بعض الرؤى وبعض القيم الأمريكية على العالم وكأنها قيم عالمية كيف تحول اليسار في نظر البعض من دفاع الحقوق إلى فرض للأراء وكأنه دكتاتورية جديدة مثل ما ذكرت اليسار في أوروبا وممثلة في ألمانيا وإسبانيا هو البلدان السكندينفية في فرنسا هي ضعيفة جدا ومتفرقة لكن هذه الأشياء تأتي وتروح في الولايات المتحدة الأمريكية الحزب الديمقراطي على سبيل المثال بايدن استطاع أن يضع حدا إلى السيد ترمب والذي وضعهم في خطر لوقت متواصل أقول أن فريق السيد جو بايدن هم هناك بعض الشخصيات ذات قيمة كبيرة لا ستطيع أن أتحدث بشكل عام عن هذا الموضوع أن أقول نستطيع أن أقول الآن أن اليمين متقدم عن اليسار في العديد من الدول الأوروبية سيد جاك أريد أن أسألك أيضا على موضوع نهاية العالمة وزير الخارجي الأمريكي الأسبق هنري كسينجر يقول أن دونالد ترامب وبعض الرؤساء في العالم قد يشكلون نهاية العالمة ما رأيك في هذا الطرح؟ هنري كسينجر ليس أفضل من ينظر لمستقبل العالم أريد أن ألاحظ منذ عهد السيد ترامب القانون العالمي تأخر أنا شخصيا محاضر في القانون الدولي وأرى أن الولايات المتحدة حكمت على الكثير من المعاهدات بإنهاء المعاهدات على سبيل المثال معاهدة مع إيران أو المعاهدة لكن هناك بعض الدول التي تريد أن تفرض قوتها على سبيل المثال الصين روسيا أو تركيا ولا يحترمون بشكل واضح القاعدة القانون الدولي هذا يعتبر تأخر لكن مرة أخر يمكن أن يتقدم القانون الدولي وذلك بالاحترام الموجه له وسيكون خطير بالنسبة للعالم لو حصلت مواجهات بين القوى العظمى شخصيا أنا مع السلم ومع التسامح التسامح في الدين التسامح مع الشعوب التسامح بين الدول يجب أن يكون السلم الداخلي والخارجي هو المسيطر في دولنا طبعا سيد لانغ أنا أعرف أنك لن تتحدث عن الأمور السياسية ونحن نقصد نهاية العولمة وليس نهاية العالم أن تتحدث قبل قليل بثناء على رئاسة جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية ولكن هناك من يقول أن جو بايدن هو من ألقى بأفغانستان في حضن طالبان وهو أيضا من يعني زعزع صورة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم وجعل روسيا تتمادى على أوكرانيا وتهددها وكذلك تمرد الصين على تايوان على بعض المناطق المحيطة بها ما رأيك يعني هناك من يقول أن اليمين أقوى من موضوع اليسار سياسيا ودوليا أنا شخصيا لا تم كثيرا بالأمر الدولي تستطيع أن تسألني أسئلة تسألني أسئلة عن معهد العالم العربي أنا لا أتكلم باسم فرنسا أنا أجبت كثير على الأسئلة نحن الآن لا نريد أن يكون لدينا حوار عن حوار عن السياسة الدولية نستطيع أن نتحدث في أي موضوع البيئة التقدم العلمي العلاقات بين الدول يجب أن تعتمد على الاحترام المتبادل هناك دول تريد أن تفرض آراها أنا شخصيا لا أساند ذلك يجب على الجميع أن يتعاملوا باحترام سيد لان أريد أن أسألك على موضوع مهم وهناك انتقادات توجهت لكتابك وهناك أيضا بعض الأوصاف التي وصلت بها اللغة العربية ما رأيك بمن يقول عن اللغة العربية أنها لغة الإرهاب والإرهابيين هؤلاء المتطرفين هؤلاء اليمنيين وكل الإرهابيين هم جهلة لا يعرفون شيئا الجهاديين على سبيل المثال يجهلون ما هو الدين الإسلامي ويتكلمون اللغة العربية بشكل سيء جدا إذن هناك هناك متطرفين ضد اللغة العربية ضد العالم العربي وهناك الجهاديين الذين لا يعلمون الكثير عن الدين عن اللغة العربية ويتكلمون بشكل سيء جدا اللغة العربية ولدت قبل الإسلام كانت كل الشعوب في الجزيرة العربية تتكلمها اللغة العربية كانت لغة كل السكان في تلك المنطقة وحتى اليهود كانوا استعملوا اللغة العربية لزمن طويل وهي اللغة التواصل بينهم إذن هذا هذا لا يعني شيئا أن يقولوا أن اللغة العربية مرتبطة بالإرهاب هو بالعكس التعلم اللغة العربية وذلك للتغلب على الظلامية الآن هم يحاولون أن ينشروا الكذب بسرعة شديدة أنا ضد المتطرفين أنا ضد الجهاديين أنا ضد وذلك الذين يرهبون ويضعون الحياة في خطر بالعكس اللغة العربية هي لغة سلم هي لغة حضارة هناك العديد ممن لا يعلمون أن اللغة العربية هي لغة حضارة وفي القرن الثاني عشر والثالث عشر وكانت تحمل العلوم وذلك من اليونان ومن العلوم من قنون المسطح وهي لغة فهم لغة ثقافة لغة تحضر وهذه هي القيم التي أقوم بالحديث عنها في معهد العالم العربي العالم أولئك الذين يقولون أن اللغة العربية مرتبطة بالإرهاب هذه أفكار غبية جدا بالعكس علينا أن نعطي للشباب لتعلم كل اللغات في العالم وبشكل خاص اللغة العربية وهي لغة غنية جميلة وإذا هذا رأي غبي جدا سيد لان قريد أن أسألك سؤال مهم جدا رئيس معهد العالم العربي في باريس وزير الثقافة الفرنسي لمدة عشر سنوات ويرأس هذا المكان المهم والمنصة المهم للربط ما بين الشرق والغرب ولا يتحدث اللغة العربية كيف رئيس معهد العالم العربي في باريس لا يتحدث العربية معك الحق وأنا نادم عن ذلك كان علي أن أختار من يخلف لي أن يكون يتكلم اللغة العربية أفضل مني لكن لإدارة المعهد يجب أن يكون لدينا تجربة التجربة الثقافية التجربة السياسية التجربة الإدارية لا نستطيع أن يكون لدينا أحد يجمع كل هذه الصفات الجيدة أنا معك أن هناك المدير العام في المعهد العربي وهو سعودي وهو يتكلم اللغة العربية بشكل ممتاز إذن لا دي حوالي العديد من الكتاب والمساعدين الذين هم متخصصين في اللغة العربية وفي الوقت الحالي الذي يدير القسم اللغة العربية لو أتيت إلى المعهد سترى في كل الطوابق وناس يتكلمون اللغة العربية بشكل جيد وهم أشخاص وأمثلة ممتازة في التعبير عن اللغة العربية المدير الصحيح أتمنى أن أتكلم اللغة العربية في المستقبل العديد من الذين يعملون في المعهد يتكلموا اللغة العربية بشكل ممتاز وذلك هم فعلا مثقفين وفنانين والذين يقومون بالعديد من النشاطات وكل أعمالنا يتتم ترجمته إلى اللغة العربية وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربي في باريس سيد جاكلان كنت معنا شكرا لك شكرا لكم أعزائي المشاهدين إلى مدارا جديد الأسبوع المقبل ألقاكم